بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلى على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين ولعن أعداءهم أجمعين من الأولين والآخرين السلام عليكم أيها السادة المشاهدين الكرام ورحمة الله وبركاته برنامجكم برنامج ميكروفون العراق والحلقة الجديدة حلقة هذا اليوم ومعي أخي وزميلي الحاج أبو رضا الساعدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله أهلا وسهلا أخونا أبو رائد وأهلا وسهلا السادة المشاهدين الكرام وإن شاء الله هذه الحلقة تكملة لما سبق في الأسبوع الماضي إن شاء الله عن الحجد المقدس إن شاء الله أول ساعة راح تكون على الحجد المقدس وإن شاء الله عندنا الساعة الثانية راح تكون حول المناهج التعليمية بالعراق نعم أبو حجين أبو رائد أحسنتم حاج أبو رضا الأخوة المشاهدين الكرام يا أبناء العراق الغيارة يا أبناء العراق العراق المقدسات هذا برنامجكم ومشكورين التصالكم وتواصلكم معنا طيلة هذا الأسبوع وصلتنا رسائلكم وصلتنا مكالماتكم وتفاعلكم مع هذا البرنامج وكل برامج قناة تيفدك وصوت العترة جزاكم الله ألف خير هذا منهجكم هذه برامجكم هاي قنواتكم الرافضية اللي انتو حقيقة منها وإليها وانتو من صلب الرافضة من صلب العراق عراق العراق المقدسات عراق الرفض عراق الحقيقة المطلقة اللي بصراحة تابعونا على هذه القنوات على هاي القناتين قناة فدك وصوت العترة المباركتين ومتفاعلين ويانا وجزاكم الله ألف خير وشكرا أيضا موصول الشكر موصول لدعمكم وتبرعكم لهاتين القناتين حقيقة للاستمرارية حتى تستمر هاتين القناتين وتخدم العراق وتخدم منهج العراق وتخدم المذهب الإسلامي الحق مذهب الرفض مذهب التشيع أو دين الرفض دين التشيع حقيقة مشكورين معجورين وان شاء الله نتواصل وياكم دائما ومثل ما عهدتونا الصراحة المطلقة الصراحة بدون مجاملة مزيفة الصراحة بدون تقية مغلوطة الصراحة في إصلاح شؤون البلاد الصراحة في إصلاح أوضاعنا الاجتماعية أوضاعنا الاقتصادية أوضاعنا السياسية أوضاعنا العقائدية أيضا اللي هي أهم من كل شيء اللي على أساس كل شيء على هذا الأساس أساس الإصلاح العقائدي تبنى كل الإصلاحات إذا كانت عقائدنا صحيحة سليمة ترضي الله ورسوله وفاطمة وأهل البيت عليهم السلام أجمعين راح تكون كل مناهجنا وكل معتقداتنا وكل إصلاحاتنا إلى الأمام وصحيحة إن شاء الله وترضي الله وإحنا الهدف مثل ما وضحنا في الحلقة السابقة هدف هذه القناة وهدف هذا البرنامج هو التواصل هو معرفة مشاكلكم وطرحها بالمباشر وتشاركونا بطرح مشاكلكم وأيضا إحنا ننقلها للمسؤولين ونجبر البعض منهم على التصحيح المسار وياكم إيد بإيد إذا تعاوننا وطرحنا مشاكلنا وطرحنا الحلول لهذه المشاكل إن شاء الله نفلح وإن شاء الله رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة إذا بدينا بنفر واحد نصير آلاف ملايين وإذا بدينا خطوة الأولى رح نعدل ألف ميل والمليون ميل ونتقدم ونصلح إن شاء الله وليس على الله ببعيد ونتوكل إن شاء الله وإياكم وهذا برنامجكم وهذه قنواتكم ومثل ما قلنا إذا أترك المايكل أخوي أبو رضا يمكن عنده كلام ألاحظة أحسن وأرجع لكم نعم جزاك الله خير على هذه المقدمة الطيبة إحنا بصراحة نشكر كل الأخوة اللي تفاعلوا واللي تصلوا الأسبوع الماضي واللي اللي يمكن البعض يمكن شوي عنده خجل أنه نعرض الفيديو مالته أو المشاركة مالته فإن شاء الله هذا الخجل يوم عن يوم ينتهي ويتبدد ويصير إن شاء الله فمسألة طبيعية لأن العراق إخواني مشاكلة كثيرة ما يخفى عليكم وإحنا إن شاء الله وياكم نستقبل آراءكم نشوف شنو اللي تردونا نثيره بهذا الأسبوع وياكم وإحنا إيد بإيد وإن شاء الله ما نقصر وهذه القناة قناة الكل يعني قناة العراقيين الرافضة الأحرار في كل مكان وخصوصا في العراق يعني إحنا العراق لأنه بلد الأيمة بصراحة فإن أكد على العراق العراق بلد الحضارات العراق بلد الأنبياء العراق العراق يعني أول حضارة كانت هو بالعراق ليش إحنا صرنا متخلفين لما الهسة الآن يصنفونا في الدول العالم يطلع مركزنا بالستين ما أدري بالسبعين يعني مع الأسف ونعم يعني إحنا عدنا كثير مواضيع أن نريد نثيرها بصراحة يعني إحنا عدنا بالعراق الآن بصراحة الرشوة منتشرة وكذا وهواي هواي مواضيع ولكن إحنا نبدي خطوة خطوة إحنا الريد نكمل إياكم هذا الأسبوع إن شاء الله اللي بدينا به الموضوع أنه هو موضوع الحجد الشعبي المقدس اللي أنطى ما أنطى من تضحيات اللي أنطى ما أنطى من دماء ومع الأسف مع الأسف إنه ما ما أنطوحقه خاصة هاي السياسيين بصراحة التعبانين يعني يوم يقل لك إحنا نريد نحل الحشد يوم يقل لك إحنا نريد نوقع الحشد الحشد لا يحل إلا بكلمة من السيد السستاني دائما ظله بس فقط السيد السستاني إذا قالي الحل لأنه هو الراعي للحشد الشعبي بصراحة لو لا كلمة السيد السستاني ما كان أكو حد الشعبي نهائيا ولا كان أكو انتصارات يعني شوف إحنا بدينا بالانتصارات ما شاء الله من أول ما تأسس الحشد الشعبي رغم المشاكل والظروف اللي يعانوا من عده إخواننا بالبداية اللي بصراحة انطلقوا وقسم من عدهم إحنا بالعراق نقول عليهم انباعوا بالمحافظات قبل لا يوصلون إلى بدون تسليح بدون كذا الناس العقيدة والغيرة دفعتهم أنه يطلعون وينطون دماؤهم ولكن إن شاء الله بدت الانتصارات وإحنا صاعدين إن شاء الله ومقبلين إن شاء الله على نهاية نهاية الدواعش في العراق والسياسيين الدواعش ترى السياسيين الدواعش أهم من الدواعش نفسهم ليش لأنه هدولي الحاضنة الأكبر لهم الآن الدواعش بدوا ينحصرون شوي شوي وقاعد يتقدمون ويرحون على سوريا إن شاء الله اللاحقهم في سوريا مثل ما قال سمحت الشيخ اغزوهم قبل أن يغزوكم الروح لهم بعقر دارهم إن شاء الله ونقضي عليهم فإحنا نطالب من الأخوة المشاهدين تواصل معنا وارسال كلمتهم وإن شاء الله تفاعلهم لأنه الحشد بصراحة يعني يستاهل يستاهل نقدم لو يستاهل أكثر من حلقة وحلقتين وثلاثة وإن شاء الله إحنا نقدم اللي اللي موجود أثناء هذه الساعة نغطي إن شاء الله كل الجوانب وإذا في الأيام المقبل إن شاء الله بعد تحرير الموصل لا راح إن شاء الله نسوي حلقات مو حلقة لأنه الحشد يجب أن يدرس بصراحة تاريخ الحشد الحشد تاريخ هذا لازم للأجيال نسولف إحنا للأجيال ننقلهم أجونا التكفيريين وجونا الإرهابيين وجونا البكرية والعمرية والداعشية من أمهم عائشة أجونا ووقفنا ضدهم في كلمة وحدة من سيد جليل هو سيد السستاني دائما ظله فأنت كلمة بس كلمة اللي أرهب بها الأعداء بصراحة لأنهم كانوا خايفين من كلمة السيد السستاني وتحققت كلمة السيد السستاني والآن بعد ما حد يقدر يوقف ضد العراق والشيعة بالذات أو الرافضة في كل مكان فأخونا براءة إن شاء الله عدكم شيء اتصالات أو مشاركات إذا عدكم نعرضها حتى نشوف إن شاء الله لما تجهز إن شاء الله رح نعرض للأخوة المشاهدين الكرام وأيضا هم ما يقصرون يشاركون ويانا يعبرون عن آراءهم ويعرضون مشاكلهم وأيضا يبينون الحلول حتى نجمع فيما بياناتنا ما خابة من استشار حتى نجمع بياناتنا أفكارنا مع بعض مشاكلنا وطرق حلولها أخويا حاجة برضى أعلق على بعض أمور اللي ذكرتها جنابك وحدة منها إن القناتين تهتم بالعراق نعم بالعراق بالدرجة الأولى وكل العالم حقيقة عندنا مايكروفون مصر من خلال برامجنا في هاتين القناتين برامج متعددة برامج فكرية عقائدية اجتماعية سياسية عندنا حقيقة يعني برنامج ميكروفون مصر وغيرها من البرامج اللي تتابعون وتشاهدون بها وأيضا الحجد الشعبي اللي اتطرقت إلى أخوها الحجي أبو رضى الساعد جزاك الله ألف خير أنه إحنا بصراحة الحجد الشعبي هو نعم هو فتوى تشكل بفتوى سماحة السيد السستاني الله يحفظه وأيضا برعايته وأيضا دعوتنا هي رؤية الرؤية الثالثة للرؤية الثلاثة اللي طرحناه الأسبوع الماضي رؤية الثالثة دعوتنا إلها ونتبناها رؤية سماحة الشيخ الحبيب الله يحفظه ويرعاه أنه الحشد يبقى تحت ضل المرجعية ويدخل بقائمة مستقلة ولا يتبع لأحد ويأتمر بأمر المرجعية وهاي الرؤية اللي شفناها وشافها أكثر العقلاء أو كل العقلاء شافوها هي هاي النجاة أيضا نحن بصراحة أضيف لكن جنابك تفضلت أنه السيد السيستاني أفتى بهذه الفتوى وهو من أسس وشكل بفتواه هذا الحشد المقدس ولكن أيضا من انسى مراجعنا العظام العدول الآخرين كالسيد المرجع السيد الصادق الحسين الشيرازي دعم ظله حقيقة اللي بارك بهذه الفتوى وأيضا ساند وأفتى في نفس الوقت تزامنا مع فتوى سمحت السيد السيستاني أيضا تزامنا مع فتوى فتوى السيد المرجع السيد صادق الشيرازي الله يحفظه أيضا أفتى بضرورة تشكيل قوات حقيقة تكون قوات شرعية لا تتجاوز على الحرومات لا تقتل الطفيل لا تسب المرأة لا تقطع شجرة حقيقة هذه تعاليم يوجهه دائما مراجعنا العظام العدول وبصراحة هذا نهج أهل البيت ما تعلمنا من أهل البيت عليهم السلام ونقلوا لنا عبر مراجعنا الكرام هي صمام الأمان المرجعية صمام الأمان اللي هي اتصال بالإمام الغائب الإمام الحج المنتظر عجل الله تعالى فرجه والإمام الغائب المنتظر عجل الله تعالى فرجه هو امتداد لأجداده ولرسالة الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وامتداد إلى السماء إلى الأمر الإله بقية الله خيرا لكم إن كنتم مؤمنين هو بقية الله في الأرض إن شاء الله والسادة المراجع الكرام الأعلام اللي حقيقة وكلاء وكلاء الإمام الحج المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف حقيقة نأتمر بأوامرهم ونسير بخطاهم لأنهم لا ينتهجون نهج أعوج ينتهجون نهج محمد وآله محمد وباقي المناهج اللي تفضلت أستاذ حجين أبو لضا تفضلت أنه اليوم أدنى جزء من برنامجنا تكملة لما سبق في الأسبوع الماضي عن الحجد الشعبي والآن اليوم أيضا نستكمل حول النهج أو المناهج الدراسية والخيانة العلمية من قبل المؤسسات التعليمية في العراق ومن قبل بعض لا يفهمنا الآخرين ويقول تتعدون على الخطبات تتعدون على المراجع لا نقول البعض بعض الخطبات بعض الخطبات الذين ينقلون ينقلون برامج أو ينقلون مناهج خاطئة وخيانة علمية خيانة عقائدية خيانة عفو وإحنا قلنا اتفاقنا الساعة الثانية تكون هذا يكون في كلام موسع إن شاء الله ولكن إذا تتذكروا قبل فترة اللي طلعوا بعض السياسيين وما يعرفون أنا من أقصد من السياسيين العفنين اللي قالوا الحجد الشعبي هذا جوا باقوا الثلاجات ممكن تذكروا هذه المال الرمادي والفلوجة أنا بس أريد أقول هذولي ما يستحون على نفسهم الآن عندنا كذا ألف نازح سبب منه هذا يعني صح هم حتى لو نقول بكرية اللي بالعراق ما يسمى بالسنة هم نقول احنا ذولي ناس ما لهم دنب ناس عوائل مدنيين آمنين مطمئنين شردوهم الدواعش وهجروهم من ديارهم وهتكوا يعني شرفهم يعني ما بقوا لهم شي وبعد هذي أريد أن أشوف السياسي اللي طلع وقال هذا اللي على ابو الحشد باق ثلاجة نفسي ضمراسي لما شاف الجندي أو الحشد الشعبي يدنك والمرأة تصعد على ظهره وتصعد في السيارة العسكرية على بود ينقلها من مكان إلى مكان وإلى المرأة اللي كانت عائلة كاملة متفونة داخل بيت مقصوف قاص فينا الدواعش أو مفجرينه والناس أحياء داخل الركام هبوا أخواننا بالحشد الشعبي والقوات المسلحة وأنقذهم وإحنا قاعد نشوف يمكن إحنا ما أريد أن نطلع فيديوهات بصراحة ناقلتها القنوات لا إحنا نريد الإخوان هم اللي شاركوننا وهم اللي ينطونا الصورة إذا الصورة من داخل الجبهات أو الصورة من داخل أرض المعركة نريد الناس الحقيقيين ما نريد الناس المسيسين يعني المسيسين إحنا ما لن علاقة بهم ولا هذه القنوات المأجورة يوم مع الحشد يوم ضد الحشد يوم تقول الحشد كذا يوم تقول لا الحشد شافوا انتصر قالوا الحشد إننا إحنا مأسسينه بعض السياسيين يعني معروفين مثل المالكي وغير المالكي قالوا إحنا أسسنا الحشد على أسستهم أسستهم وين أنتم انتم ضلبتوا الحشد بصراحة نقول الحشد تأسس بفتوى المرجعية وهذا الفتوى احنا ريدها تستمر والريد من السيد ان شاء الله هو اللي يكون الراعي والداعم والقائد الى هذا الحشد المقدس اللي دفع ما دفع من دماء ويتم ما يتم من اطفال وصراحة يعني جال الصحراء يعني احنا شنو ننكر الحشد الشعبي وعمارة بصرة ناصرية دوانية سماوة العمارة هاي المناطق الجنوبية وين راح تهبت فعلا احنا مناطقنا الجنوبية خلي نقول للفرات الاوسط باكملة وين راح قاتل قاتل هناك عدهم يقاتل من قاتل الدواعش لاجل من لاجل ارجاع الناس الى الدين الله الصحيح وارجاع الناس الى بيوتهم امنين وارجاع يعني هيبة العراق نجينا واحد شيشاني وواحد ما ادري من ينجا يعني بخوي براد يعني شكولي شكولي يعني بصراحة يعني ما نقدر لا اله الا الله نفتح برنامج مشاركات الاخوان المشاهدين الكرام اول اتصال هاتفي من اخونا ابو علي من واسط تفضلوا سلام عليكم اخوي ابو علي فدوة اسمعني من الهاتف سكر على التلفزيون سد التلفزيون فدوة اروح لك واسمعني من الهاتف عاشت ايدك مولاي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته احسنت احسنت محمد والي محمد هم صورة الحمد هم صورة المستقيم هم القرهان الناطس هم صورة الحمد محمد والي محمد والي محمد والي إبراهيم والي عمران محسنت والي محمد احترس والي محمد والي إبراهيم والي عمران وادمت الزهراء سلام الله وبركاته اخونا ابو علي انت عندك يعني احد من ابنائك او من عشيرتك او من عمومتك بشارك بالحجد الشعبي ايه كل عمامة بالحجد الشعبي والنعم ما شاء الله جاء شو الطالب ابن الحكومة انت شو الطالب يا ابو علي رضوان الله تعالى على حجر بن عدي هذا صاحب أمير المؤمنين علي السلام هذا البرائي. هذا البرائي. هذا البرائي. رافض الاصيل. نعم. ابو علي شو الطالب من الحكومة. لدعم الحجد الشعبي. ابو علي. ابو علي. ابو علي الله يخليك. احنا اريد نسيلك سؤال. انت شو الطالب من الحكومة? تلبيك للحجد الشعبي. شو الطالب? والله ما طالب بس من ذلك اليوم الاسلام. نعم. ابو علي. ابو علي. احنا اريدك انت تقول اتوصل صوتك. للمرجعية. ولل ولل السياسيين. ولل الفسدة بالعراق. يعني احنا. سيد حمار. نعم. سيد سيد حمار جامال الكزيز. نعم. اخوة ايمامي حسن. انا احسنت ايمامي حجب لما كان نعم. نعم. اخونا ابو علي. اخونا ابو علي. اخونا ابو علي شكرا لمشاركتك. جزاك الله علي في خير. وننتظر من منك ان شاء الله ومن الاخوة المشاهدين الكرام. انا ايضا عدنا مقطع فيديو جاهز. اتفضلوا. اما بالشأن العراقي. انا اريد ان اتحدث ويكون النقاش على هذا الموضوع. لان هو الاساس والمحور اللي يدور حول العراق بكابلة. هو قانون الانتخابات ونظام الانتخابات. المرشح الذي يرشح للانتخابات يجب ان يطرح مشروع. يكون هناك عقوبة صارمة لمن اخلى بشروعه. وبعد ودخول المستقلين هناك يفرضون عليهم مبالغة كبيرة. فالناس ما الا تنتمي الى قائمة من القوائم السابقة. والقوائم السابقة احنا شفناها حالا مدى هاي الدورتين الفاتحة. نفس الوجوب تتركز باشكال. يعني القائمة الفنانية تتغير. اتجيب من هاي القائمة تحطي منها القائمة. وبعد يجب ان يكون استقلال بالحكومة. لا تكون الحكومة من الاحزاب البرلمانية. يعني احنا البرلماني استدعي وزير ويقول له هاي شنو هاي شنو والاخير الوزير يطلع هو الفايز على البرلمانين. عليش استدعتوه. اكو ادلة استدعوه. ما اكو ادلة استدعتوه المن. يطلع هو الفايز وهو المنتصر. وهناك ادلة كثيرة. يعني ابسط الامور قبل الفترة التقاوا بالكلكم شفتوها بالوزيره الصحة. الان المستشفيات خالية من الادوية. خالية حتى تفتقر الى الباندج. هذا الباندج اللي تفتقر الى. ماكو ابرجي بهنو الصيدلية. وتعالوا شوفوا المأساة اللي موجودة بالمستشفيات. كذلك في الماء هذا الماء اللي المواطنين يشترون الماء من القطاع الخاص للشرب. واحنا عندنا اعظم مشاريع كبيرة تغذي اغضية ونواحي مهمولة من التصفية. مهمولة من التعقيم. فكثير من المأساة ادنى. احنا زراعتنا حقومة صناعتها حقومة. نشكر اخونا العزيز سيد عباس الموسوي لمشاركته بهذا المقطع الفيديو. الرائع النقد البناء. اعتقد الظاهر خارج موضوعنا يعني احنا موضوعنا مفتوح. برنامجنا ميكروفون العراقي. نعم. والبرنامج مفتوح. احنا قلنا مقدمة الحلقة الماضية وهالحلقة ايضا بالمقدمة قلنا. احنا اطرح مشكلتك. حتى لا يشتت موضوعنا الرئيسي. ما يشتت احنا. لا يشتت بشحال. احنا احنا صحيح احنا انا وياك. نعم. رازدين هذه وزيرة الصحة في برنامج خاص. مو واحدة. ان شاء الله. وكل الفاسد. يعني كل فاسد برنامج. وزير الكارباء. وزير مالي وزير كل الوزراء. نعم. نعم. من وعدنا من مو فاسد. لا اكيد. 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 ان شاء الله. ان شاء الله جايلهم بالسرة. نعم. ويا احنا ويا المشاهدين. ان شاء الله. وهم هم يزودوننا بهذه الفيديوهات مالتهم. ان شاء الله. يتكلم بكل حرية. ان شاء الله. وما نقطع من عنده اي كلمة يقوله. نعم. حرية. نعم. يعبر على الرأيه. نعم. بصراحة على هذه القناة. مؤخوي ابو رضا حجين الغالي. اه. الاخ المواطن العراقي السيد سيد عباس الموسوى الآن طرح موضوع الصحة. وموضوع ما تفقده المستشفيات والمستوصفات. وموضوع الجشع جشع الاطباء. وموضوع الصحة الرديء مية بالمية. يعني حتى ما ننطيق في نسبة واحد بالمية جودة. رديء مية بالمية الى اسفل السافلين. هذا ما يعاني منه. خليه يعبر عن عن رأيه. نعم. عن فكرة. نعم. احنا ما قاطعنا خليه يعبر. احسن. بس احنا ما. وايضا نعلق وياه. نعم. وننطل رؤية الصحيحة. وننتظر من المشاهدين ينطلون رؤية صحيحة. بس هو محور حلقتنا اليوم. الحجد الشعبي. اه المناهج الدراسية. احسن. وتزويرها وتزييفها. احسن. مناهج الدراسية. والخيانة العلمية. اللي حقيقة ما موجود في مناهجنا وخصوصا المناهج مناهج التربية الاسلامية. اللي من عهد النظام البائد. عهد البعث المنحل المجرم. عهد صدام وازلامه وحزبه الكافر. من ذلك العهد. ولحد هذا اليوم ما نشالت بل انا اه بصراحة احنا قلنا هذا برنامجكم منكم وليكم. وما نتكلف بالكلام الفصحة. اه نحكي قلنا على بساط احمدي. ونحكي لغتنا الدارجة اه العراقية الصرفة. ولهجتنا لهجة الوسط والجنوب. وكلنا اهل نريد نعالج هالمشاكل. نقول اه ذاك النظام البائد ورثلنا هذا المرض مرض فساد المناهج. مناهجنا الان فيها زيادة عما مضى. في الترضي على ابو بكر وعمر وعثمان لعنة الله عليهم. في جعل في جعل المجرم عائشة بالسيدة المطاعة المحترمة. هذا ما موجود في تاريخنا. ارجع الى تاريخ الرافضة الاحرار. تاريخ امتنا. تاريخ مراجعنا الاعلام. من نريد المراجع الي يجاملون. اللي عندهم مغالطات في التقية. ونريد نقول لهم ايضا منا نوجههم. هاي قناتين صوت العترة وفدك. فدك وصوت العترة. قناتين صراحة ولا مجاملة مغلوطة ولا تقية مغلوطة. يوميا راح نعيد ونكرر حتى نذكركم. الله سبحانه وتعالى انزل عدة ايات. فذكر فذكر. احنا ان شاء الله على هذا النهج. التذكير. انه لا مجاملة ولا مساومة على العقائد. هاي عقائدنا السليمة عمي. هاي عقائدنا السليمة. ابو بكر عمر عثمان. واللي لف لفيفهم. وعائشة وحفصة وهند وام الحكم. ومعاوية لعنة الله عليهم. هذول مجرمين. هذول حكام جور. حكام جور. هذول غاصبي خلافة. هذول قاتلين الزهراء. نعم عندنا فيديو. انا طبعا. نعم شيخ حسين من حوزة كربلاء. تفضلوا. ان تعرفوا ونحن كذلك نعرف قبعايا العراق وما يمر بها من مشاكل وعلاجها. وخاصة والمشكلة الاعظم. هي الابتعاد عن آل محمد. عليهم الصلاة والسلام. هذه المشكلة جدا عظيمة. الان الملايين من شبابنا. في العراق ملايين. حينما يقول ملايين بمعنى الكلمة. ملايين. ابتعدوا عن آل محمد صلى الله عليه عليه وان كانوا يقولوا. يقولوا نحن نحبه في البيت ونواليهم واشهدوا عدم معرفتهم لأهل البيت. الان انتم اذهبوا لأغلب شباب الشيعة في العراق. قولوا لهم من هم أهل البيت. لا يعرفوا سواء الإمام علي عليه السلام والحسن والحسين. قولوا لهم عددوا أثمان البيت يقولون لكم لا نعرف. لا يعرفون أهل البيت. السلام الله عليهم. ليش. شون المشكلة. مشاكل كثيرة. من ضمن تلك المشاكل هي المناهج الدراسية المحرفة. التي جعلتهم يبتعدون عن أهل البيت. السلام الله عليهم. هذه المشكلة جدا عظيمة. أرجو التركيز عليها. المسألة الثانية هي بعض الخطباء الجبناء المنبطحين المنحرفين. الذين طرحوا ملايين المسائل والخطباء. لكن ما طرحوا أبسط شيء مثلا. مسألة أهل البيت. السلام الله عليهم. يعني مثلا حبهم ملايتهم. البراء من أعدائهم. السلام عليهم. فقط مثلا سعد الخطيب فقط ينعم مثلا. إلى ما هنالك. مثال كثيرة ما بينوها. من أقول حبة البيت. يعني الحب الحقيقي. يعني نقولون أنه أهل البيت. أهل البيت. شيخ حسيان البراء من حوزة ابن فهد الحلي. حوزة كربلاء المقدسة. مشكور ومأجور على هذا الفيديو. المقطع الفيديو القيم. اللي هو في صلب موضوعنا. جزاك الله ألف خير. نعم هذا ما كنا نتكلم بحجينا أبو رضا. الأخوة السادة المشاهدين الكرام. واعين من ضمنهم حقيقة هذا الأخ الشيخ حسيان البرائي. اللي في صلب الموضوع تكلم. خطباء انبطاحيين. خطباء حقيقة مجاملين. مغالطين. مغالطين في التقية. التقية المغلوطة يستخدموها. وفي أقر دارنا. أقر دارنا حقيقة عند المقدسات في العتبات المقدسة. يترضون على أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة. هذا القتل المجرمين. اللي نلعنهم ولا تقرب إلى الله بلعنهم. احنا عدنا ختمات بلعنهم. عدنا زيارات تلعنهم. على أمتنا أهل البيت عليهم السلام. هذه القناتين فدك وصوت العترة. لطالما من يوم التأسيس وضحت للعالم كل ما موجود من غبار على على كتبنا الماضية والحالية حقيقة اللي كانت مدثورة. معلومات قيمة. ومنهجية قيمة. هذه القناتين نفضت الغبار عن هذا المنهج المنبطح. وحقيقة المنهج المجاملات المغلوطة. وأظهرت المنهج الحق. منهج محمد وعلي محمد. واللي يقول مراجعنا خلي راجع مراجعنا العظام القدامى. وخلي راجع مراجعنا العظام العدول الحاليين. كالسيد السيستاني. كالسيد السادق الشيراجي. كالسيد وحيد الخراساني. السيد محمد الحسين الشيرازي. المرجع الراحل. ومراجع كثيرين حقيقة. يؤكدون. عفوا بس هذه النقطة. وأقولها. أقول خلي بين بين قوسيا يومية انت يا براء يا شيعي. كل يوم انت الزور عاشوراء. وفي زيارة عاشوراء كلها من البداية إلى النهاية هي براءة من أعداء محمد وعلي محمد. أين تضع وين تخلي اني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم. تعال نفتح نفتح صفحة ونتناقش. نقول اللي حاربه محمد واني محمد منهم. أكيد بيني وبيانك تقول لها ابو بكر وعمر وعثمان. طيب انت شلون سلم لمن سالمكم. حرب لمن حرب. وضح للحرب. احنا بعد شبعنا وعجزنا من فلان وفلان. فلان وفلان دمرتوا المنهج والمذهب. وحقيقا حرفت أجيالنا. وضللت أجيالنا من هذا المنهج. فلان وفلان مولانا. إلى أن خلينا الآخرين يتجرؤون وينزلون في مناهجنا الدراسية حقيقة. ترضي على الظلمة. وأبو بكر وعمر وعثمان. وجعل روايات مسروقة لأمير المؤمنين علي عليه السلام هي. وسرقوها وخلوها لأبو بكر والعمر والعثمان. روايات لأهل البيت تجعل لهؤلاء الطغاة. ما يصير يا عمي. كون انصحح. هذه يردلنا بصراحة ثورة رافضية فكرية علمية مبدئية منهجية على التربية على وزارة التربية. على وزارة على وزير التربية والتعليم. نعم عندنا فيديو. أخونا أبو رضا. احنا دائما ننطي مجال لمشاركنا. هذا هذا البرنامج برنامج المايكروفون العراق. نعم. هو للعراقيين من الخارج والداخل. نعم. فإلهم اليد. تفضل. نعم. رعد من العراق تفضل. اللهم صلي على محمد وآل محمد طيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي على محمد وآل محمد طيبين الطاهرين وعن عداءهم إلى يوم الدين. ونخص باللعن أبا بكر وعمر وعثمان ومعاوية وعائشة وحفصة وهند وأم الحكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما نبدأ أن نشكر الحجد الشعبي والجهود المبذولة من القوات الأمنية. اللهم وفق الحجد الشعبي لحفاظا على تربة العراق. اللهم وفقهم. اللهم انصرهم. اللهم سدت رميتهم. اللهم وبحق محمد وآل محمد. كل من من يريد أن يذب عن أو يعادي الحجد الشعبي. اللهم انتقم منه. ولولا الحجد الشعبي لما بقي شرف العراق. ولولا الحجد الشعبي لم تبقى المقدسات. ولم تبقى الأراضي المقدسة. ولم يبقى النجف ولا كرب لا. ولكن اللهم عز وجل دفع بالحجد الشعبي ليكون نصر للفقراء والمساكين في داخل العراق. من المظلومين في داخل العراق. ونصرهم الله عز وجل والحجد الشعبي. اللهم يوفقكم بحق محمد وعلي محمد. اخوكم رعد العابي. الله يوفقك ويحفظك ويرعاك. اخونا العزيز حج رعد ابو علي الساعدي. جزاك الله اللي بخير. ايضا ميانا التليفون. عفوا على الخط. اخونا. عفوا. المل الرادود الحسيني خادم اهل البيت. الرافض الاصيل. اه الحاج علي الحقاب. اوضلوا. السلام عليكم. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وحياكم الله. اهلا. الله يوفقكم ان شاء الله وينصركم. الله يسلام. وحقيقة فتبدأ خلتين بسيطات. يعني ان شاء الله باستفاة ما اقدر طور عليكم. يعني الوقت في برنامج بميز. بس انا بقول اكو عندنا قضية. قضية الحج اشتاعدي. الله ينصرهم ان شاء الله. على اول شي اعداء العراق واعداء المذهب. احسنت. اه. عندنا فرصة كانت بالالفين وثلاثة انه على اساس يدعون انه الشيعة لزمه والحكم بالعراق. وبالتهاون واتخاذه للانفطاح. سلموها راحت من عدمه. والان اسم الحكومة الشيعية. لكن ما الها ذاك. ذاك سطوت القوي. الان اذا تهاونا بقضية الحج الشعبي. وانه دفعوا على انه ينحلى سامح الله. طبعا طبعا تبقى قضية المرجعية الله يحفظهم. هم اللي يرون المصح. بس. انا نقول اذا ارادوا يدفعون الى اتجاه الحل الحج الشعبي. هذه اكبر مشكلة. وتهاون جديد. وخذلان جديد. للمذهب. لان هذا يضارب الان. شاء او ام ابو الان اسم شيعي. كحش الشعبي. في غض النظر عن كل الطوائف اللي موجودين به. والانتماءات اللي موجودة داخله. بس هو صوت شيعي. رغم انوفهم. ويرعب. فان شاء الله الله سبحانه وتعالى يسدد خطاهم وينصرهم اكثر واكثر. شغلة ثانية بسيطة بخصوص المنهج انتطرقتولها. القضية المهمة انه اللي ما عنده ماضي بتاريخ. اه لا حاضر ولا مستقبل الي. واحنا اذا ماضينا تاريخنا بي شوائب. والان بقناتكم المبارك. او القناتين المباركين. فدك بصوت العطاء. بدت تنظف هذه الشوائب وهذه القادرات اجلكم. الحسن. اللي موجودة بالتاريخ. لحتى تبين للعالم لان احنا عندنا ناس ربه جيل كامل على انه هذا ما يصير هذا ممنوع. لا تلعن رموز الطائفة الثانية. لا تلعن ابو بكر. لا تلعن عمر. وكأنه رموز مقدسة. وهم بالحقيقة لا مقدسين ولا لهم اي شيء من. فان شاء الله يجي من هو يكون عنده صوت. ويكون عنده قوة على انه يوقف قدام هذا المجد باتجاه هذا الموجود بخصوص المنهج الدراسي او الصوت هذا اللي يريد يمررونه على مدارس العراق او المنهج الكامل الموجود. نعم. فاني اعتذر من عندكم الجزء طولت ان شاء الله الله سبحانه وتعالى يوفقنا مرتان انكم يشاركوا اياكم والله ينصركم. ويعلي رايتكم اكثر واكثر. سلامنا للأخوة. جميعا. جزاكم الله خير. احسنتم لهذه المداخلة القيمة. رحم الله وديكم اتصال. الله احسنتم. رحم الله وديكم. اتصال على الوادسة بتفضلوا من وين? احسان من بغداد. سلام عليكم اخ احسان. حسن من بغداد. سلام عليكم. اهلا وسهلا مولانا. طبعا في الان اخير يعني قاموا يحتعى لحلل الحجد الشعبي. نعم. وانه على اي اساس يحلل الحجد الشعبي. على اي اساس. يعني حروا العراق وضحى وانفسهم وموالهم وانقذوا الشرف العراقيات. هذي جزاعتهم. نعم. على اي اساس. احسنت. يعني اخ حسن يعني انت مع بقاء الحجد الشعبي وهو يمسك الارض. وهو يبقى تحت اشراف المرجعية. احسنت. بل يتفضل. نعم. وشكرون. اهلا وسهلا. اخ حسن من بغداد. جزاك ويصعد على منبر الامام الحسين. سلام الله عليه. نعم. اتصال الحزن الكريم. احسنت. وأنتوقف بباي وقت تطلبون من عندنا. أشاء الله. نقطع نقطع فيترفنا. نdisplayنا نهم نعم 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 نسمح لهم نعم نعم. النسمح لهم. النسمح لهم. يستاهل ذلك. وهذا المايكروفون. مايكروفون العراق هو للمشاهد. احنا مجرد خدمة أحسنتم مو بس الميكروفون العراق القناتين كلها ملك المشاهد الكريم أكيد الرافضي الحر أكيد ليعبر عن رأيه وليطرح المشكلة وحتى أشوف الآن نعم إجا اتصال راح أقطع كلام تكلم تفضلوا السلام عليكم مشعل من الجزيرة المحمدية تفضلوا السلام عليكم أخ مشعل انقطع الاتصال معذرة نعم مالي أبو رضح الجنة نعم اللي شاهدتك وبعض مقاطع فيديو لإخواننا وأبطالنا الحجد الشعبي وهم على الساتر يعني يصيح يقول له اطلع يا عمر على المقابل يمكن لهم شايفينه نعم فيجهر وهو على خط الموت نعم يجهر بالبراءة هذه قمة في الشجاعة صحيح وهنا مع الأسف بعض الأخوة اللي حاسبين رواحهم هم اللي يصدون للمنبر الحسيني أنه ما يتطرق ولا يم أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا كأنه موجودين نعم ليش ليش الشكل يعني ما أعرف يعني هل أنه الجبن وصل إلى هيتش مراحل مع الأسف والله منبر الحسين يعني سلام الله على الحسين لما قال إلى عمر نعلة الله علي أنزل أيها الكذاب عن منبر أبي نعم كلمة هو الحسين كان عمره سلام الله على الحسين ما سمعناها من أحد الخطبات لا سمعناها من الشيخ ياسر الحديد بقب فقط من الشيخ ياسر ما كنا نعرفها الأخ مشعل من الجزيرة المحمدية سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله فضلوه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ساكم الله بالخير أخي الله بالخير والعافية أنا حاب أوجه كلام لل أخوات الحسد الشعبي الله يجزان خير على كل الأعمال اللي يقنون بيها الله يسلمك الشي الثاني أنا حاب صراحة أن يبقى الحسد الشعبي أحسنتم رجال وفتوا وسووا أشياء بطولات ما تنوصف صراحة أحسنتم هذه مداخلتي صراحة اللي حاب أقولها لكم ونعم المداخلة أحسنت أخي مش علي أنت إن شاء الله فرحان بانتصارات الحسد الشعبي معانا قلبا وقالبا أكيد أخوي أكيد والله بارك الله بك إذن نطلب منك ادعاء لإخوانك الحسد الشعبي عند قبة سيد البورسلين أبو القاسم محمد اللهم صل على أمه بإذن الله الواحد لا تنسى لأنه ذول إخوانهم إخوانك حقهم عليك أخ مش علي أيضا سؤال مش علي أيضا سؤال إنت تتابع قنواتنا صوت العترة وفدك دائما مو صحيح إينا عمينا عن كل يوم طيب المنهج الرافضي البرائي اللي يلهج وينهج هذا المنهج البرائي العلني أنت طبعا معه وتأيده أو شنو فكرتك يعني شفت تغيير أو شفت الحقيقة الناصر اللي تعرض وعدم المجاملة للآخرين شوفوا هذا الحل لنجاة الأمة طبعا في كل قلمة أنت قلتها صادم أحسنت رحم الله صراحة أنا حس فيكم شيء واحد اللي هو حببني فيكم طبيعتكم أخوي وقدامكم وصدقكم الله يسلمك هذا هو اللي حببني فيكم اشهد الله الله يسلمك ويرعاك وينصرك ويعلينا وياكم براية محمد وآله محمد اللي ما تعلو عليها راية إن شاء الله آمين آمين شكرا جزيلا أخ مشعل جزاك الله جزاك الله في خير نعم أخونا الحجة بروضة نعم هذا الأخ مشعل يعني بصراحة رجل شجاع وإنه شف من رغم إنه من الجزيرة المحمدية وإنما مهتم بالشأن العراقي ومع الأسف إنه أكو بعض العراقيين اللي ما مهتم بالشأن العراقي بحيث إنه حتى إحنا نعتب على العراقيين اللي بصراحة يعني هذه شون نقول شوي شوي عيب علينا إنه الناس من خارج العراق يتابعون الجاي يسوي الحجد الشعبي وناس من داخل العراق ما يتابعون والدليل إنه شوف الآن اتصل خذتها الغيرة واتصل ينصر أخوانا بالحجد الشعبي ورغم هنا وأيضا ينصر ينصر المذهب أكيد والمنهج البرائي أكيد جزوح وقال بصراحة هذا منهجكم هذا يقول أنا اللي حببني بيكم سبحان الله الصراحة والصدق يا أخي ما مجبورين ما مجبورين التعبير عن رأيك وعن فكرك وهذا العصر هو هذا العصر حقيقة مثل ما يقول نعم اتصال من خادم أهل البيت من استراليا سلام عليكم ساعدك الله أخويا أبرائك عليكم السلام والله والله يساعدك وعاك وعلى ضيفك العزيز أبو رضا الوريد الله يعزك أخويا وزميلي بالبرنامج وهو من إعداد البرنامج الله يسلمك خادمك صغير الله يسلمكم تاج الراس تاج الراس الله يعزك الله يحفظك الله ينصركم على أعدائكم إن شاء الله بحق محمد وعلي محمد مزاك الله خير أتباع أبو بكر عمر عداني بيلي مولاي نقول الحجد الشعبي خط أحمر نعم لكائنا من كان هذا الكلام نعم لأن هذا الآن هو شرف العراق وهو غيرة العراق وهو رمز العراق وهو اللي يدافع عن أهل البيت وعن المذهب وعن المقدسات نعم 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 لأن حسنتي الحجد الشعبي خط أحمر سيدنا موضوعه في العراق شنو رأيك بيها تتناسب ويا منهجنا الرافض منهجنا الشيعي وشنو رأيك وشنو هو الحل سيدنا الحل والله هذول المنبطحين وهذول افتهمت المتقاذلين لازم رؤسهم تنقص فهمت له لا ويلحقون أبو بكر وعمر ويجون فدع شراف ناس اللي بيعرفون حق العراق وعدهم وطنية وعدهم شراف وعدهم غيرة يلا هاي المناعج نقدر نبدلها وإلا اللي أنا بينه وبينك تعرفه نعم زين كان مدير عام وباقنا سبعين بوقا وراحوا حطهم مدير عام وبغداد نعم زين فأنت أعرف باي الأمور نعم نعم احنا احنا من جامل ونقوله بصراحة ما دام عندنا أدلة على الفاسدين في العراق مولانا من جامل واحنا عراقيين ومن حقنا ننطرعين وبكل جرأة وصراحة هاي قناتي الجرأة والصراحة المطلقة سيدنا فبصراحة نقول خليت حفظ بالشعر نعم يقول أنت الأصل يا بل حسن والمصدر ايه كل المعاجز من وجودك تظهر سمت منعوف حبك للأبد يا حادر وخل كل الناس يلومون وش ما قاله وما يهمون احسن طيب الله انفاصل من ينولد أذنى طفلي الانزع نمتحن من حبك اللي يزه ويصطع وينعرف صافي الأصل من المرضى ايش لون أمه غد تبداك الحليب الطاهر ينعرف صافي الأصل من المرضى حبك بالمرضى لا ننساك ولا تنسانا يا أبا العزل يا علي نعرض محبتك حطفل ونشاهد لو شفنا باسمك ما لا هجوم عاند اذا عاند من ذاك اليوم هذا التام تبوه بن أم وابو نعرض محبتك حطفل ونشاهد لو شفنا باسمك ما لا هجوم عاند نعرف هذا الطفل إلى تشم والد والأصل مضرب من ريده من المرضى حسنت وهذا البيت البراء الأخير بالحشر أربع رايات يقدموها وعلي بن أبي طالب حطي رابيع لكن أصبل عليهم راية علي منشورة بالحشر أربع رايات يقدموها أول وثاني وثالث يرفضوها ورابع راية راية علي أيضوها وبس راية حيدر منصورة وفي يوم المحشر منشورة أحسنت أحسنت سيدنا أزاك وعدنا بيت أبو ذي هذا تسمحون من رفصتكم ناغب من وقتكم يقول علينا وحق المرتضح يادر علينا اسموه بقلب عاظم علينا باسمك يا علي إحنا علينا كرامة والنفوس جد أبي عسن حبك يا علي أضحى عسن بسقر كل من يعاديكم عسن عسلهم فاسد وطيب عسن أمهم هند وإحنا من الزيتية والسلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله عدنا اتصال ينتصال الأول نعم من من الأخ راشد من الكويت سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حيث حالب وعليكم ياك الله ياك الله الله يسلمكم إن شاء الله مخصوص موضوع الحلقة عن الحشد الشعبي نعم الحشد الشعبي حتى يخافون من داعش ليش هذه أمورهم ليش ما يكون يعني على قلب واحد كيف ما ما شون شون يعني غافون من داعش ما أعلم أنا عشت في المقاطع شو تشوف يعني بالخصوص عبدالله الخلاص أخونا عبدالله الخلاص نعم كان يبيئ خمر بالكويت يظه انت هذا دربك ومريخ يمكن اللي تبشي بي لا هذول البكرية خطيئة كنون عاجزين دعم فإحنا خطيئة يعني ميهم هو يصور يغيث الشيخ من كربلا تفضل سلام عليكم ان شاء الله ان شاء الله السلام عليكم السلام عليكم شيخ حسين تفضلوا السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أياكم الله أهلا وسهلا أهلا وسهلا شايفا ما دامنا موجودين شوكة شوكة في عيون البكرية مثال هذا اللي يحب يصفط اخونا عبدالله الخلاق او غيره هذا العاجز عن ان يجي الدليل للنوع بالي اتفضلوا اسميخ حسين احسنتم الله يريكم ان شاء الله موطقين على بنامج الراء الله يحفظك الله يحفظكم ان شاء الله بالنسبة حقط الى مسألة الحايدة بالموضوع المهم اللي راح توف وان شاء الله انتم ايضا مجاهدين كالحايدة الشعبي بل جهادكم اعظم لانكم تجاهلون بالبراعة عند السلطان هذا الشيء جدا عظيم هذا هو الجهاد الاعظم بالنسبة للحايدة الشعبي ودور الاشخاص الجهلة او المنبطعين او اللي لهم غايات ومصالة شخصية اللي يحلون يحلون الحايدة الشعبي اولا ان شاء الله هم لن يفلحوا ثانيا هذول الاشخاص وين كانوا من الوص الشيعي هذول بايعين اعراضهم لو دل حايدة الشعبي يقول دافع ان اعراضهم حايدة الشعبي يقول دافع ان اعراض هؤلاء قاعدين في قصر وقاعدة بيت ومرتاح وحيد الشعبي شبابنا الأرضاء والمجاهدين على ساحات القتال يقاتلون وينزفون بالدماء ورغم ذلك يأتيون أشخاص مرتاحين قاعدين بالقصور يحلون الحيد الشعبي أو يحدثون بالسوء الحيد الشعبي فهؤلاء هم الذين باين نعرهم دولا اللي يتحدث الحيد الشعبي كلمة سوء هؤلاء باي عرضا لأن الحيد الشعبي حامل يعرارهم نعم هذه المسألة بالنسبة للمناج الدراسية المحرفة اللي طالها الحمدلله والشكر قرارة فلك وقرارة صوت العدر قررتوا بالمطالب تغيير والحمدلله والشكر أنا هنا من العراق من كرباة المقدسة قاعد أشوف تغيير بيها كبير يعني الحمدلله عام عن عام بسبب هذا الكلمتكم الكلمة التي دمرتهم الحمدلله قاعد أشوف تغيير بيها والحمدلله قاعد أشوف أشخاص كثيرين الداخل الشيعي قاعدين يدافعون ويغيرون بها المناهج الدراسية الحمدلله وشكروا فهذا كل من أعملكم الموفر من أسأل الله أن يزيدكم وأن يزيدنا وإن شاء الله نتوفق لأن نكون معكم وننصركم ولو بلساننا إن شاء الله والحمد لله أن أسألكم من الدعاء نحن نرأس بيها الحروان الشربين هنيئا الحمدلله لمن أسألكم من الدعاء جزاكم الله خير شيخ حسين شيخ حسين ما قصرت أحسين جزاك الله شيخ حسين جنابك ذكرت الحجد الشعبي بخير وذكرت من يطالب بحله وذكرت من هو وذكرت أيضا المناهج الدراسية وما شاء الله تأثير الكلمة هذه الكلمة الطيبة في تصحيح النهج المناهج الدراسية هذه الكلمات هذه الكلمات البسيطة منكم تعلمناها الله يسلم هذا الصوت الرافضي لو لا أعرفنا هذه الكلمات رحمة الله وعزيكم بالعكس أنت أعلى وأكبر وإن شاء الله منك نستفاد شيخنا وإن شاء الله أنت ترتقي أنا حاضر مجالسك ومنابرك الله يسلمكم وكون ان شاء الله الأخوة إ spé برنامج ميكروفون العراق إن شاء الله يستمر وإن شاء الله يحقق نجاح كبير وإن شاء الله هو من البداية يحقق نجاح الله يسلم كبير هذا. الله يسلمكم. الله يسلمكم يرعاكم. الله يسلمكم. الاخ علي عندنا من اه من بغداد. علي بغداد اه من بغداد الكاظمية. اهلا علي سلام عليكم حبيبي ابو حسين. السلام عليكم ورحمة الله شيخ من الفاضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والثلاثتين عام. والنعم. والنعم. امرك طويل. رحمة الله وعديكم. اني مداخلة صغيرة. فضل. علي عبده قولي. هذه الأحباد لما اغتروا قانون الحج السحدي. نعم. والجيادة ما انت من شعر الواحد عيس ثلاث. ماكو زيادة. محمة اراضي ما خديه احنا. المم. الفلوس ما قوها. نعم. نعم اكيد. الله يسعر تلحنا الدفاع عن المسجة وعن الدين وعن الملعب. والنعم منكم انتم. الله اكبر. الله ان شاء الله يوفقك. وعندنا الخبسة وعندنا الخبسة وعشرين. اين الغوات مراهات? والجيادة مراهات? ولولا. ولولا انتم ما بقى سياسي قاعد على كرسية حقيقة. والله لولا دماغكم ما بقى سياسي. ولا بقى خضراء ولا بقى عبادي ولا بقى حكومة. والله العظيمة لدامنا يقولها الهاي. نعم. والمراض الدين العظيمة. انا باشي بالسلساني. اما يطول الله ان شاء الله. لان الدوارة تبعدك. لا اله الا الله. الله ان شاء الله. الله كل دي بالماء وداعك. بس لولوا وعدهم قيمة. نموس وعدهم. احنا نتبع المرجحية. خلنا نتبع. احنا وياكم عمي ابو ابو ذر احنا وياكم ايد بايد. ونلتف حول المرجعية الشريفة. مرجعية الرفض. مرجعية المرجعية العادلة. نلتف حولهم. وان شاء الله نصحح مسار هذا البلد. وان شاء الله نجيب. ونجي ان شاء الله بسياسيين يقودون البلد. اشراف. اياديهم نظيفة. ما تسرق مال الشعاب. ونحاسب كل واحد من اين لك هذا. الكل. الكل نعرف مواضيهم. بلي. اندي شاء الله بحاد. استنوني على الشيخ البطل. الجمال. الجمال على الجمال. الله سلمك. الله سلمك. الله سلمك. الله سلمك. وخبرنا عزيكم. وخبرنا عزيكم واحد واحد. استغفر الله. استغفر الله. الله يوفقك دنيا واخرة. الله يسلمك. ويرفع راسك. بالدنيا وبالاخرة. ممنونين حجاب دارك. يا رافضي يا بطل. حجنا مقطع فيديو جاهز. نعم نعم. الله يسلمكم. نعم. اللهم عن كل ظالم ظلم النبي محمد وآل محمد. اللهم عن السفيفة ومن فيها. اللهم عن أبا ذكر اللعين بن اللعين. اللهم عن عمر بن الصحاس بن الخطاب بن الحطاب اللعين. الذي ظلم محمد وآل محمد. اللهم عن كل ظالم ظلم محمد وآل محمد. اللهم الله خير على هذا البرنامج الطيب المبارس. وأرجو من تكفيس هذه البرامج العظيمة بغيادة الشيخنا المبجل شيخنا العظيم ما ادري اي دعوة اندعى بها رجل صالح وانجب لنا هذا الشيخ المبارك جزاه الله خير الجزاء والاخ ابو مهند والاخ ابو رضا جزاكم الله خير الجزاء والى الامام الله يحفظك الله يحفظك ويرعاك الله يحفظك الله خير ابو الحاج زهيري زهيري من الناصرية جزاك الله الف خير ومأجور ودعواتك هذه احنا بيها ان شاء الله مستمرين والله يطول عمرك ويرعاك ويحشرك مع محمد وآل محمد وكل رافضي غيور على مذهبه على وطنه ان شاء الله رب العالمين سبحانه وتعالى هذا في ميزان حسناتكم جزاكم الله الف خير وانتو دا تشوفون هذه القناتين دا تشوفون سماحة الشيخ الحبيب ودعم ووقوف ومساندة لهاتين القناتين وايضا ما ننسى قنات قنات رافضة باللغة الانجليزية نعم نعم فاذاك انجليش قصدك نعم نعم موجودة عندنا فحقيقة هذه هذه اللي تسعى في في اظهار الحقائق و جزاكم الله الف خير واحنا باقين باقين الى اظهور الامام الحجر منتظر عجل الله تعالى فرجه باقين بهالمنهج هذا المنهج الى اعداء من البكرية والبترية واقفين بطريقة منهج التصحيح احنا اه ما نترك ان شاء الله وسائرين وسائرين بهذا المنهج منهج محمد والي محمد منهج البيت اخونا احنا ان شاء الله بركة دعاكم ودعاء الموالين لمحمد وآل محمد عليهم السلام ان شاء الله شيخنا الحبيب باقي يوجهنا وهو اللي بصراحة هو اللي النفس اللي نتنفسه في هذه القناة هو اللي يوجه البرامج وكان يعني يكون قال في امنيتي انه اسوي مايكروفون مصر والعراق والسودان والناصرية وعفوا اي دولة عربية واي دولة رافضية كان انه يريد يسوي بس ان شاء الله الخير جايب لي قدام ونعرف احنا انه اه كمثل يقول عندنا بالعراقي كثر الدق يفك اللحيم احنا نبقى ندق على روس البكرية والعمرية حتى ان شاء الله انفك اخر لحيم عندهم ان شاء الله وشيخنا موجود معانا ماعدهم يحبوا كل تلزيق مثل يقول الشيخ لعني شنسوي احنا حجينا برضا اللي مأذينا الايام طبعا الشيخ حسين من حوزة كاربلاء من حوزة ابن فهد الحلي ذكر اللي مأذينا اكثر من البكرية هم البترية حقيقة انا اقول هاي المنهجية المعوجة انا اقول حتى الامن الوطني في العراق واقول للسلطات اللي بيديها زمام الامور التتروح الى كاربلاء مثلا وكل العراق مسموح بيع كتاب بيء شرك بيء الحاد فكر ماركيسي كل الكتب تباع يعني من ضمن اللي على ما اذكر مثلا منهجية طبعا اكو كتاب يمكن للشيخ نجاح الطائع يعتقد ابو بكر ام رجل اخر في الغار يثبت بهذا الكتاب انه مو ابو بكر كان في الغار مع الرسول صلى الله عليه وعليه شو ما قلتوا لإهانة لرموز اخواننا بل انفسنا وهذا ممنوع يباع بالمعارض مع العتبتين الحسينية والعباسية يباع بين حرمين يباع بكل مكان طيب ليش كتب الرافضة الاحرار وبيها كلها منهجية منهجية اهل البيت عليهم السلام ما جبناها من حقيقة من جيوبنا لما الشيخ اطرق الى هيتش موضوع بصراحة قال لك قال لك الخلل في اللي يعتلي المنبر المنبر الحسيني تفضلوا تفضلوا ابو نصير من المانيا اتصالوا يا انا سلام عليكم عليكم السلام مرحبا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا مولانا الله يحفظكم على المداخنة وعلى برنامج الحلو بالنسبة للحشد الله يعزك الله ينصركم ويزمع شاملكم بالقناة الجميلة على الإعلام الحشدنا الأبطال يعني بسم المرجعية حفظ الله بس قدي مداخنة بس صغيرة بالنسبة للقريش كخ القريشي نعم ليش تدعون انت بسم المرجعية والحشد ومنها تحسون على الألم هامانة ليش العمل الباطل ليش ايه ممكن هذا السؤال تسئل ببرنامج الشيخ القريشي هو سوى مداخنة والشيخ القريش سوى مداخنة ويبقوك وتمنسل مجموعة لا لا احنا عزيب احنا ما عدنا حزيب احنا ما عدنا حزيب الله ينعلى القريشي لا 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 اسمعني حجينا حجينا بلي حجينا العزيز راح نعم العفو مولانا تقدر الداخل الشيخ القريشي ابو نصير من المانيا عفوا حجينا اه جنابك طرحت موضوع احنا نحب طرح ومناقشة كل المواضيع ولكن بكل ادب واحترام وعدم المساس بالاخرين واحنا شوفنا منهجيتنا حتى برنامج الشيخ الامير القريشي الله يحفظه الله يحفظه ويرعاه يبين العفو ده يبين مولانا نسمحني اخذ مكبرات اذا هو عند اعتراض على الشيء اللي قاعد يقدمه الشيخ القريشي نعم يقدر يداخل وياه في كل ادب نعم لو هو يقنع الشيخ القريشي لو يقنع ريشي قنع نعم وتنحل المشكلة واحنا نظل واحد يداوش الثاني منك وكلام مه طيب وهذا يقول كلام مه طيب اخوه ذا العزيز انت انسان بيين مثقف وفاهم وواعي انت لا تتبع اللي يقوله الناس اتبع اللي يقوله عقلك والكتب اللي تقوله واهل البيت اللي يقولونه يعني من 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 اهم شي هذا انه ما تتبع الكثرة مو بالكثرة هي اخونا ابو رضا معذرة احنا عدنا من خلال برنامجنا احدى الفقرات هي تحرير الذهنية العراقية الاخ العراقي ابو نصير من المانيا انت عايش في اوروبا وشفيت احنا دا نتطرق الان في هذا الموضوع واجه اتصالك موضوع انه كتب تباع وكتب ما تباع طيب كتب الرافض اه ممنوع بيعها وعليها جريمة واعتقال و وحقيقة الذون اللي يتناول هاي الكتب طبعا هم رغما عن أنوف هم موجود هاي الكتب وكتاب الفاحشة انا اقول انا اقول انا اقول حرية خاف يعني عبالك انقطع اتصالك لا الله شاهد يعني انا احلف لك عن البرنامج الشغل البريشي ادخل ابب وناقش بأدب وانت محترم نعم وهذه القناة قناتك وانت على الرحب والساعد وما احد يتكلموا ياك اي كلمة ايش عندك من نقاش ولكن كل النقاش يكون بأدب ما نطلب من عندك اكثر ناقش بأدب نعم استمع الرأينا ونستمع الرأيك واي واحد يقنع الثاني لو احنا نقول يا بنسلم اليك لو تسلم اليك لو تسلم اليك واحدة من الثانين فانرجو من عندك حتى لو ترجع تتصل مرات اخرى بعدين هو يقول احنا بخدمتك العفو حجينة برضى يقول هو علماء طبعا راح تناقش احنا مريد نرجع مرنامج مريد يروح مولانا موضوعنا مولانا حجينة برضى الحجد الشعبي وايضا منهجية مناهج التعليم هذا الشيخ القريش يا الله يحفظ عنده برنامجا اللي طلع به رجال في الميزان اول شخصية اللي تناولها الشيخ الوائلي او الوائلي احمد الوائلي لما نتناولها اتناول العقائد الفاسدة اللي ينهج بيها وفسد العالم ومنهجيته الفاسدة اللي اضل بها الناس اللي احنا جاينا نحاربها من خلال ايضا هذا برنامجنا انه عدنا في العراق في العراق مناهجنا الدراسية يترضون بيها لحد اليوم في كتبنا الدراسية في كربلا والنجف المقدستين والكاظمية وسامراء وكل محافظات العراق يترضون بها على ابو بكر وعمر وعثمان وعائشة تجعل سيدة هذا المنهج ينهجه على الفضائيات الوائلي طيب هذا الرجل القريشي يطرح افكار عن اهل البيت مولانا مولانا عن اهل البيت احنا هم نفس المنهجية نتكلم بيها احنا ما خرجنا عن الموضوع موضوع الواحد اللي انا لاحظت خاصة عندنا بالعراق انا سأجيب لكم فد مثال بسيط وتنقيسوا يا اخواننا يا عراقين واطلب ان اي واحد يقدر يشارك ويناقش بهذا الموضوع لما اروح السئلة اي منطقة بالعراق بالغربية بشرفكم بغيرتكم واريد كل انسان حليم انه يجاوبني بصراحة منو راح هناك لقى بانين حسينية وحده انا اكد لك وادزم لك لا يوجد اي حسينية موجودة في المناطق البكرية على صورة عامة بالمقابل تعالوا شوفوا عدنا في مناطقنا الجنوبية كثير من المساجد وباسم اللعناء احنا نقول هاي حرية خلي براحتها وبعدها ان يقتنع هاي وحدة وحدة الثانية اريد اشوف انه اي مقاول من الجنوب ذهب الى العراق وقدر يشتغل بحرية مثل ما يجون المقاولين يشتغلون محافظاتنا وحقيقة ما يجي حتى ما ينجز عمله ويبوق ويشرط اللي صارت اكثر من مرة وعايش بحرية شو احنا راحوا اذكر ببداية السقوط للصنم راحوا كم مقاول خطية وسحلوهم بالسيارات نعم يعني احنا بكل الاحوال نعطينا بكل حرية زين ليش احنا مفروض علينا انه في مناطقنا الجنوبية او الشيعية ان يجب ان في كتبنا ان نترضى على ابو بكر وعمر ليش مثل بالمقابل هو ما يترضى على الزهرة انا ما ترضى على ابو بكر وعمر انطي كل واحد انطي حقه وكل واحد انطي اعتقاده وكل واحد انطي ثقافته اللي يريده اللي يريده يا اخي هنرد ربي اطفالي على شي مثل مو مثل ما تربينا احنا اللي كان في زمن هدى ما عرفنا بس حرف هذا الرضي الرض بيرقو سير او يجي وراء احسنتم 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 يا برائت اللي ترضى على رموز الفساد ورموز القتل في العالم رموز الارهاب ابي بكر وعمر وعثمان ذوله وامهم عائشة اللي ترضى حقيقة اللي ترضى عليهم الله يرضى اضلوعة نعم احنا عندنا فاصل اذان المغرب في المدينة المنورة فاصل ونعود نعم الآن الآن جزاكم الله خير الجزاء نعم ان شاء الله نعود كابعونا سنعود اخواني المشاهدين الكرام بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين ابل قاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ثم اللعن الدائمة على اعدائهم من الآن الى قيام يوم الدين اله امين رب العالمين نعم تقبل الله اعمالكم اخواني الكرام والمشاهدين في الوطن العربي وخصوصا في العراق جزاكم الله خير وتقبل الله اعمالكم وصلاتكم مقبولة ان شاء الله احنا كنا نناقش قبل الفاصل او قبل الصلاة بصراحة انه موضوع المناهج الدراسية اللي قبلنا يمكن في هذه القناة اتكلموا عنهم برنامج سماحة السيد احمد الموسى وجزاها الله خير في برنامج المؤتمر الاسلامي الرافضي وناول حقيقة هواي جوانب في هذا الموضوع وثارفت شيء اللي حتى اذكر في وقتها كان شيخ زماني الحسناوي او بعض الشيوخ كذلك على المنبر الحسيني اتطرقه والشيخ جعفر الابراهيم يعتقد هم مرة اتطرق على المناهج اللي قاعد تدرس في مدارسنا حتى فالطفل اجي الابو اتذكر هم عرضه على القناة اجي قال له قال له بابا انا اخذت صفر بالدرس الدين قال له لي اش اخذت الصفر قال له هاي المعلمة تقول ابو بكر رضي الله عنه حجين ابو رائح نعم وانا انت تقول لي بالبيت ابو بكر هذا قاتل الزهراء شو نقول رضي الله عنه شو الطفل طفل اخوان انتبهوا الله يخليكم انا اريد من كل اب وكل ام ان تناقش حقيقة انه تناقش اولادها عندما يرجعون من المدارس تقول له يا بابا يا ابني يا امي هذه اللي ترى قتلت الزهراء انت لا حتى لو تسقط بالامتحان انهم ما تقبل انه عقيدتك تنمس وهذا اذا تربيت الطفل من البداية بصراحة على هذا الشيء ان شاء الله بالنتيجة نحصل في المجتمع واعي كامل رافضة حقيقي كافي يعني احنا تعبنا من البكرية والعمرية والدواعش احنا عندنا ترى مو بس دواعش مستحلين موصل عندنا ترى دواعش مستحلين بغداد اخواني هاي السياسيين الدواعش وهذه اللي يصيح علي التسوية وهذه اللي يصيح علي كذا مو حجين ورا فما عرف يعني انتم تفضلون انه تتكلمون بهذا الموضوع حول المناهج الدراسية بصراحة احنا ذكرنا اخونا برضى احسنت انت اوجزت الموضوع جزاك الله الف خير نقول تحرير الذهنية العراقية طبعا بصراحة تتفرع على عدة فروع الاخ المشاهدي الكريم يتابعنا والكل عارف انه تحرير هاي الذهنية العراقية اللي بصراحة لطالما الاعلام السابق واعلام الحالي يريد يكتم على الحقائق ويريد يزور الحقائق ويزور التاريخ فاحنا نقول واحدة من فروعها هو التعليم التعليم عندنا بالعراق اخونا ابو رضى عزيزي المشاهدي الكريم التعليم بالعراق اتعرف مني انت عايش بالعراق انا اخوك ايضا متغرب ولكن يوميا نازل لك للعراق وعايش وياك بالزيارات انا يمك وموجود يمك بالعراق وشاهدت انا زرت بنفسي شخصيا من الروضة الى الجامعة وشفت الامية اللي بالشارع عشقد وشفت الامية الداخل المجتمع المتعلم يعني حتى في الجامعة حتى في الجامعة اكو تكتيم اعلامي اكو اكو يعني اضطهاد اعلامي اكو منع لذكر لذكر مظالم اهل البيت يعني انا ذكرت مرة اخ من اخواننا ينقل لي في جامعة الصادق عليه السلام في بغداد كانت قبل تسمى جامعة البكر لعنة الله على البكر اللي هو صدام سيئة من سيئات البكر الله يلعنهم اثنيناتهم جامعة الصادق اخوة رافضة واخت رافضية واخوات رافضيات داخل الجامعة كانوا رايدين يقيمون في ايام الفاطمية الليالي الفاطمية المقدسة يريدون يقيمون مجلس عزاء لفاطمة سلام الله عليها فاطمة الزهراء سلام الله عليها فاطمة ام الامة فاطمة الذي فداها رسول الله ابوها صلى الله عليه يعني اخي المشاهد الكريم باوع انت باوع شنو يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول فداها ابوها يعني رسول الله هذا سيد 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 الكون اجمعين يفدي ابنته فاطمة من فاطمة سلام الله عليها فاطمة يغضب الله لغضبها شنو هذه الامرأة العظيمة اللي الله سبحانه وتعالى يغضب الغضبها طيب يجون للإدارة إدارة الجامعة يردون يسوون يردون يسوون برنامج مجلس عزاء للسيدة فاطمة سلام الله عليها قبل سنت اعتقد اجل اجل امر طلب رفض الطلب رفض نعم ما قبله ومكتوب في هذا الامر في هذا الرفض شفويا وكتبيا قال لهم ان مجلس فاطمة الزهراء اذا قمتوه هنا في هذه الجامعة يولي الطائفية فاطمة سلام الله عليها طائفية مجلسها طائفية والله تخسون والله تخسون لانه فاطمة قالت في خطبتها امام ابي بكر وعمر وبوجودهم وبوجود مئات الصحابة الاجلاء ومنهم اللعناء لعنة الله عليهم اللي كان ابو بكر عمر قالت في مختصر اقول في خطبتها من جملتها من ضمنها قالت وامامتنا امانا لكم من الفرقة حجاب رضا شوف العظمة في خطبة الزهراء سلام الله عليها اخوان الرافض الاحرار المشاهدين الكرام التتبعون شوفوا ارجعوا تابع كتبنا وكتب المخالفين موجودة خطبة الزهراء سلام الله عليها حيث تقول ان امامتنا امانا لكم من الفرقة هذه هذه ام الوحدة الاسلامي ام الوحدة وحدة العالم كله لو متخذ الناس في ذلك اليوم ولحد هذا اليوم امامة اهل البيت علي واولاد علي ماكو فرقة ماكو طائفية ماكو قتل لكنه اخذت امامة الجور والظلم امامة الغلط امامة ابو بكر عمر نعم اخذوها هاي الطائفية نعم هاي التفرقة نعم هذا الاسلام المنحرف نعم لانه اخذت المنهل او المنهج الغير صحيح الفاسد وتركت المنهل العذب منهل اهل البيت سلام الله عليهم اخذينا برائد احنا مثل ما كنا في بداية الحلقة نتكلم على جهاد الحجد الشعبي نعم الان نتكلم على جهات من نوع اخر هو جهات المضلين المضلين لاهل البيت نعم الحقيقة هاي اكو ناس مضلين احسن يعني لما تيجي يعني انا متأكد واجزم انه ماكو اب لما يجي ويفتح الكراس لابنه يكتب ابنه ابو بكر رضي الله عنه لعنته الله عليه ما يتعلم ولكن هذه بصراح الناس العوام او الناس البسطاء انا ما اعلمهم ليش لانه هذا ما يقدر يسوي شي ولكن لو اجتمعت الكلمة مثلا اليوم هذه المدرسة بيها فالتلاثمائة طالب نعم هالتلاثمائة طالب انا متأكد انه اكثر هاي مناطقنا قاعد نحكي عليها الجنوبية هالتلاثمائة طالب اذا مو اذا مو ميتين وخمسين فميتين طالب هم اكثر من النص هم جعفرية لو انه اجتمعوا في يوم يتعين ويطلعون كل اب جايب ابنه وشايل لافته انه نطالب بتغيير المناهج او اللي يدرس هاي المناهج اللي ضد عقائدنا احنا مثل ما قاعد يصير بالعراق ينقول عليه قامو نعم عرفت الشون نعم اعتقد لو كانت شوية شرارة وحدة تطلع بهذا الاتجاه صدقني يا اخوي يا ابو رائد اتنظفت مناهجنا الدراسية اقلها في مناطقنا نعم احنا مناطق البكرية ما نعلاق بها صحيح خليش ما يدرس خلي يدرس تتنظفهم تتنظف فعلا نحن خننظف داخلنا الشيعي أولاً وبعدين ننظف الآخرين فإخواننا الله يرضى عليكم هو الموضوع بصراحة الموضوع يعني يراد لبحث ويراد لحلقات مو حلقة ولكن مثل ما تعرفون نحن نريد مشاركاتكم ويانا ونريد مثل ما إحنا قاعد نتكلم نريد أنت الشارك من داخل بيتك اتصال يا أخ محمود أخ محمود من عبادان نعم سلام عليكم مساء الخير وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخ محمود من عبادان سلام عليكم عليكم السلام خير العزيز حياكم الله أهل المسائل والله أشكركم على هذا البرنامج يعني برنامج كلش ناقع ومفيد يعني دراسة المناهج كليين في العراق في جميع مناطق الإسلامية من جملة عبن هنا بالأهوال أيضاً تحتاج إلى دقبة نظر وضعافة لأنه مثل ما سوى قد تمت بالنسبة إلى مجال الزهراء يعترضونها البعض لأنه يعني احنا هستشايتين بإيران يعني لما ما يذكرون مصائب الزهراء والظلم واللساء على بيت الإمام أمي المؤمنين بعد استشاد الرسول الأسن صلى الله عليه وآله وسلم يعني ذكرون كل المصائب والمشاكل اللي حلت بالنبي وآلت النبي من بعده وبليما يعني يسيئون إلى طرف الآخر فهذا يسبب بنوع من المقبولية لطرف الآخر بأنه يستمع على الكلام لا يتنفر يعني وبالنسبة إلى العراق يعني لأنه بيه طائفيات وبيه يعني مذاهب اختلفة يعني بالأحرى بأنه تكون يعني ضاح المواضيع بشكل جديد وضريف في أنه يحصل لأكثر يعني مستمعين أكثر يحصل يعني هذه أصدوبكم الآن أصدوبكم الآن هذه الحلقة يعني جبت فيه كل شيء أصدوب حلو وجزاك من الله خير الله يرحمه لك متفضل جزاك الله خير جزاك الله خير جزاك الله خير إن شاء الله دائما من المشاهدين ومتابعين اتصال آخر من ناجح العيساوي من الكوفة سلام عليكم أخ ناجح عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله أخ ناجح تفضلوا أخ ناجح أبولم حي أبوكم الله يعزك ويخليك الله يسلمكم أدخل مداخلة ويشي وخدتني الجماعة خدمتك احنا خدامك تفضلوا أنا على الهواء هسي على الهواء تفضلوا على الهواء تفضلوا على الهواء مباشر نسمعك وهذا المايكروفون هو مايكروفون العراق تفضلوا تكلموا براعتكم بارك الله بك بارك الله بك الله يحفظك حول الحجد الشعبي الحجد الشعبي هو مكون من مكونات الإمام الحسين عليه السلام سلام الله عليك يا أبو عبد الله والحجد الشعبي هو ليس من الشيعة بس من التركمان ومن العزيدية والبكرية كذلك ومن الشيعة نعم واحتمال أنا أطلع من عندهم البترية نعم البترية الشيعة أحسن أحسن هذولا يشتغلون ضد الحجد الشعبي صراحة بالعراق وخاصة بالنجف وكربلا نعم ومن ضمنهم عمار الحكيم لا تنسيه عمار الحكيم ومقتدى الصدر نعم يترحم على أبو بكر رعا يتطلع عليه وعثمان يحسنت ويقول أبو بكر هو الخليج الأول وعلى الرابع وهذا يطبش بالزور نعم هذا مقتدى الصدر ما دارس المذهب الشيعي وما يعرف عرف واحد من عندهم نعم هذا بالنسبة المقتدى الصدر وأما عمار الحكيم فهذا عمار الحكيم فهذا حدث ملاحة رجب أبو التسوية ما شبع من التسويات شيريد من التسوي ماذا يعمل بيها نعم التسوية إحنا وين نوين هو خلصنا من صدام هو التسوية ويامل التسوية ويامل هو مضغطي بغطاء الدين الوائلي أنا أنا تأبتش في محاضراته من يلقي المحاضرة ويجلب الناس إلي ونسمعه بالتالي يربطها بالإمام الحسين عليه السلام وإحنا نبتش نبتش على مصيبة أبو عبد الله الحسين بس طلع هذا الوائلي رجل دين بكري أصلي مضبوط ومغطى بغطاء الشيع ويبتش الناس بطالي الإحسية بس هو يترضى عن أبو بكر وعن عداء فاطمة الزهرة وعن عداء الحسين الحسين من يقتل اقتل أبو بكر وعثمان وعفو وعائشة نعم نعم عائشة جيشت الجيوش وقتلت الإمام علي عليه سأقول حاربة الإمام علي في البصرة معركة الجمل اللي كسر اللي كسر عليها الهودة جعل رأسها الإمام علي وبالها يا حميراء أحسد وهذه عائشة من يدافع عنها بولاية أمير المؤمنين علي عليه السلام نعم 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 النوم بنجي إلى إلى البترية بالعراق خلنقل لهم البترية الشيعة البترية في المذهب الشيعي نعم خلنقل لهم ليه شي من عون الكتب ما ترافضت الرافضة صارة بالعراق فالترباع العراقيين هسه أحسن وعنوا بالكوفة وراح سانوا نص الكوفة كلها رافضة هسه والنعم والله من الكوفة والنعم والنعم منكم الكوفة أنا أتعاهد لكم إنها نصها رافضة وأمشي بياناتهم وأشجحهم وأكسبهم القفض منصور ومعجور هنيئا إلك وهذه ذولة البترية ليش يمنعون الوجه الآخر رعا كتاب الوجه الآخر الشيخ ياصر الحبيب حفظه الله منعونه في البيع والشرافي كربلا وانتكتب البترية تارسة كربلا والنجب نعم كل واحد حاط لعمامه عمامته قد تار المدرعة قد تار المدرعة الهمر حاطها السيد وعمامه الشيخ ويلقى علينا محاضرات بس هي بترية كاذبة ليس من أصل أهل البيت انبطاحيين أخ نجاح العساوذ انبطاحيين وهذه الحقيقة ان شاء الله الزايلين لأنه المنهج الصح المنهج الحق هو الباقي بالرغم من كثرة أعداء جزاك الله ألف خير شكرا جزيلا اتصالك الرائع وان شاء الله تبقى تشاركنا برامجنا وهذا برنامجكم ميكروفون العراق ان شاء الله دائما تتابعونا عليه في كل يوم ثلاثاء الساعة السادسة بتوقيت العراق وإلى الثلاثاء القادم ان شاء الله بس احنا نضيف ما يخالف لا بس اريد انوه للأخوة المشاهدين الكرام انه موضوع حلقتنا ان شاء الله بالاسبوع المقبل سيكون يعني ونطلب ونحث لأخوة المشاهدين ان يشاركوننا بصراحة يعني احنا ما قابلين صاحب مشاركة ما شاء الله جيدة ولكن احنا نريد اكثر ناس تشاهدنا بالصوت والصورة يعني برسل مقطع فيديو ما يتجاوز دقيقتين على الواتساب اللي مجاني وان شاء الله ما رح يكلفهم فموضوع حلقتنا ان شاء الله رح يكون اتفقنا يمكننا أنا والأخ ابو رائد وموضوع كلش مهم وكلش انه بصراحة يشغل العراق خاصة مناطقنا الجنوبية وحتى المناطق الشمالية اللي هو بصراحة النزاعات العشائرية فالريد انه نتواصل ويا الشيوخ والمشايخ العراق ان شاء الله وراح نحاول ان الداخل ويا اكثر عدد من الشيوخ شيوخنا جلال بالعراق اللي بصراحة اللي يحلون المشاكل والريدة احنا مشاركاتكم اخواني وان شاء الله الثلاثة المقبل يشوفوننا انا اخوي برائد على هذه القناتين قناة صوت العترة وفدك الى ذلك ان شاء الله ندعو الله لنا ولكم بالتوفيق والسداد جزاكم الله خير الجزاء في امان الله الى الثلاثة القادمة الساعة السادسة حياكم الله جزاكم الله الف خير في امان الله في امان الله وحفظه في امان الله يا علي